أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نيتانياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران قال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة وأعلن بايدن أن القوات الأمريكية قد ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي اتصالات بقادة مجموعة السبع لتنصيق رد ديبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني فضلا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنصيق الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات